بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا يا بني إسرائيل إذ أخذنا ميثاقكم ذلك الوقت الذي أخذنا منكم الميثاق والعهد الشديد بالعمل بالتوراة ورفعنا فوقكم الطور الله تبارك وتعالى لتخويفهم وتهديدهم رفع فوقهم قطعة من جبل الطور وهددهم إذا لم تؤمنوا سقطت عليكم هذه القطعة وأهلكتكم وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم من الأحكام بقوة أي بشدة وتأكد بمعنى العمل بكل ما في الكتاب عملا مستمرا وبالتزام واسمعوا أوامر الله سبحانه لكنهم ماذا فعلوا قالوا إما بألسنتهم أو بلسان حالهم سمعنا قولك وعصينا أمرك فإذا قالوا هذه العبارة عصينا أمرك بألسنتهم فهو نوع استهزاء وإذا لم يقولوا بلافظهم فهذه العبارة حكاية حالهم وأشربوا في قلوبهم العجل يعني امتلأت قلوبهم بحب العجل هذا مثل الإنسان اللي يشرب الماء فيدخل الماء في جوفه كذلك اليهود دخل حب العجل في قلوبهم كأن قلبهم شرب حب العجل فلا يخرج حبه من قلوبهم وفي الحديث عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فلما انتهى موسى إلى قومه ورآهم يعبدون العجل ألقى الألواح من يديه ثم قال فعمد موسى فبرد العجل من أنفه إلى طرف ذنبه ثم أحرقه بالنار فذره في اليام فكان أحدهم ليقع في الماء وما به إليه من حاجة فيتعرض بذلك هال الرماد فيشربه وهو قول الله وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم لماذا إلى هذا الحد وصل بهم الحال بسبب كفرهم بالله سبحانه قل بئس ما يأمركم به إيمانكم قل لهم يا رسول الله بئس ما يأمركم به هذا الإيمان المزعوم اللي قلتوا نؤمن بما أنزل علينا الإيمان الذي يأمر باتباع العجل هذا مو إيمان هذا كفر بسبب كفرهم الكامل في أنفسهم يعني بئس الشيء الذي يأمر به إيمانكم هذا بالنسبة إلى اليهود في زمن النبي موسى وبالنسبة إلى اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فأنهم كانوا يقولون أن إيمانهم بموسى عليه السلام يأمرهم بعدم اتباع محمد صلى الله عليه وآله بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين يعني إذا كان إيمانكم بالتوراة يأمركم بهذه المعاصي بئس الإيمان هذا لأن هذا مو إيمان حقيقي بل هو مجرد لقلقة لسان مع المخالفة العملية وهذه الآية أيضا تدل على كذبهم بأنهم يؤمنون بالتوراة لكن حقيقة الأمر ليس كذلك فأنتم لا تؤمنون حتى بالتوراة بل هم يؤمنون بمصالحهم وما تمليه عليه أهواؤهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين